بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وقضى الله سبحانه وتعالى حوائجنا وحوائجكم بجاه مولانا وسيدنا القاسم عليه السلام ابن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه ونحن نمر بذكر استشهاده يوم 22 من جماد الأول والذي قال فيه سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه من زار أخي القاسم كأنما زارني في غربتي أحد أولاد النجف الأشرف الشرفاء والمتقين والورعين يحدثنا بهذه الكرامة فيقول كنا صغار في العمر وقد سمعت هذه القصة من أبي وهي كالآتي قال أبي رحمة الله عليه كلفنا أنا والموالين من أهل النجف بتنصيب شباك القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وكان لي الشرف بالتبرع بالبراغي التي تربط أجزاء الشباك وكانت مصنوعة من الفضة وتم ذلك في احتفالية وبعد الانتهاء أقيمت وليمة وكانت من ضمنها رز وباق الله والمعروف لدينا بمطبق باق الله وبعد انتهاء المراسيم قررت أن أخذ قيلولة من التعب وفعلا غلبني النعاس وأنا في عالم الرؤية قد جاءني مولاي القاسم عليه السلام وأثنى على ما عمناه وقال لي بأنك سوف ترزق بولد وسمه قاسم ورجعت بعد ذلك إلى مدينة النجف الأشرف ولم تكن زوجتي حامل أنا ذاك وبعد وفاة ولد لنا مضى علينا قرابة أربع سنوات ولم تحمل زوجتي بعد ذلك ففكرت في نفسي وقلت سأنذر نذرا لمولاي القاسم عليه السلام بأن أطبخ طعاما وهو الرز مع الباق الله وأوزعه على الفقراء إذا ما كان قد رأيته في عالم الرؤية سيكون حقيقة وأرزق بولد وما مر علي إلا حول واحد وإذا بزوجتي قد حملت بطفل جميل وعندما ولدته كان جميل المنظر وكان الشمائله ملفت للنظر وعندما كبر أصبح بليغا خطيبا وكان معروفا في مدينة النجف الأشرف بتقواه وورعه وأصبح من خطبائها المعروفين هكذا هو كرم القاسم عليه السلام عندما تعطي أي شيء لأحد أئمة أهل البيت عليه السلام أو لذريتهم فإنهم يقبلونه ويعطون عليه الكثير من يعمل مثقال ذرة اليوم لمولانا القاسم عليه السلام فسوف يرى من القاسم خيرا كثيرا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من مولانا القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ولو شيئا بسيطا ولو مقدار ذرة ولو أي شيء صلوات تسبيح بعض السور القرآنية وتهديها لروحه الطاهرة طعاما ولو إناء واحدا وتخرجه لجيرانك أي شيء فإنهم يقبلون اليسير ويعطون عليه الكثير انذر ولن تخسر شيئا صلوات ولو عشر صلوات تسبيح ولو تسبيح واحدة قراءة قرآن ولو سورة الفاتحة وقله الله أحد ولو إناء واحدا من الطعام تعطيه لجار لك فقير انذر ما شيء فإنهم يقبلون اليسير ويعطون عليه الكثير وانذره لمولانا الإمام القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام وسوف تجد الخير لا محالة في قضاء الحوائج برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام